مدعو أمير بكلي لاحب في الساعات القليلة الفائتة أن الجل المحللين سياسيين يلقون باللوم على إيران كونها لم تعد على إسرائيل باعتدائها عليها الأيام الماضية ما جعلت تجرأ الأغتياح حصل نصران هذا الناس لا يوجد علاقة لا بسياسة ولا بشيء هذا الناس الذين يتكلمون يقولون بأن هذا حزب الله هو حزب إيراني و هو ذرات إيران وهذه الناس الذين يقاتلون فيهم هذا الآن لا يوجد حزب الله سلاح من يرى وجيره تدريب من يرى وجيره إيران ستظر فيك تقلل تزلك فيها في تعوذنك وتزلك في يدك منه وتعطيك هكذا إيران من نهار الأول من نهار الأول من أول يوم يرىها موجودة في الحرب هذو ناس رؤوسهم بلوكيا هم هو شي يحاوسوه يحاوسوه باش إيران تضرب من ثم هزب الله رام يخضون مع إيران حركت حماس هذو المقاومة أحزاب هذو هذو المقاومة اللي رام موجودة في فلسطين رام يخضون مع إيران وما راموش يخفيوا فيها هذو نتوع اليمن كيف كيف توع العراق كيف كيف ما كان حتى هجرهم خايفين قل ما كان لديه أن تريد البوليزارية بالجزائر هه يدربواها بالجزائر جزائر لما تدخل أما أنها أخرى العراق indign Kis illungami إيران لما تدخل في العرب المستج pembeam ما بقيها تصل في روسيا ما بقيها تصل في الصين ما بقيها الجددDDDDDD ما تصل في المرآيكان ما تصل في تصل في فرنسا ما تصل في ألمانيا ما إيران لما تدخل في العرب يعني بداية الحرب العالمية فهمت هذا الناس والله العظيم يا كين منهم غلراه ويتكلم والله لعلا باله بروح وش راه يقول نعظم لك ربي نحرف لك على المصحف وكين منهم بعض الدعاة اللي هم محسوبين علينا ويتكلموا كأنهم يتكلموا باسمنا لقوا المانابر فهمت ويقولوا وش حبوا في المانابر والله العظيم لعلا بالهم بروحهم وش راه يديروا خادم خادم للصهاينة باسم الدين وباسم الاسلام يخدموا في الصهاينة هذك وسمهم تاعهم هذك تاع الجيش الاسرائيلي هذك وش اسمه هذك افيخاين وبروحوا هو راه يتكلم بالحديث وراه يتكلم بالأيات القرآنية وبالبذلة العسكرية تاع الجيشهم وراه يقول قال ابنه باز وراه يقول بلي راه وقال العثيمين ويجيب لك كلامهم وش راه يقولوا هاهم قالوا بلي راه ممنوع المسيرات وراه ممنوع المظاهرات وراه هو بروح وراه يستدل بكلامه وش معنتها معنتها بلي راه ميقدموا في خادمات جليلة لإسرائيل نغتر ستار موسيقى